مرة مسؤول عناد الأهلي وكان في نفس الوقت المكانة دي كان فيه كابتن صالح سليم زي ما شفنا وكان فيه كابتن طارق وكابتن حسن وكابتن خطيب وكابتن عبدالوهاب سليم مسكها فترة من فترات وفيه كان الحج أحمد سؤرات أنا أقول لك على حاجات الناس كلها اللي كانت شغالها فيه كابتن عزة طب الروس بناديله الصحة والعافية وسيد عبدالحفيظ تولى المسؤولية وهدي خشبة طبعا محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان كابتن علاء عبدالصادي وعلى عبدالصادي طبعا قلت لسه أقول علاء عبدالصادي وكابتن صلاح حسني صحيح لما مسك فترة من الفترات كابتن زيزو صحيح مسك فترة من الفترات انت لما زي ما قلوه ايه يعني المناقصة ورسيت عليك كابتن صلاح حفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي وكابتن صابت طبعا احنا عشان مننا ننساش سابت ايه اللي ظهر في ذهنك بقى ساعتها هل انت كنت مرتب نفسك زي ما قلت قلتولي ايه فلو الأوضة علي محدش خشيلي هل رتبت نفسك لما تقعد ويقولك هتعمل ايه قلتولي مواحد اتنين تلات اربعة ولا انت كنت بتفكرت ازاي اي حاجة بتجيلك بتفكر انت تنجح فيها ازاي اول تمام وحاجة من الحاجات اللي انا مقتنع بها تماما لما تقتنع بحاجة وكون داريسها كويس نعم مش شخصية مش حاجة شخصية مش انت واخد قرار عن نابع من حياتة شخصية ما بيني وما بين كابتن مصف عبدو نعم لا انت مقتنع باللي انت واخد بيه دي القرار ده تمام تفكر ازاي تقنع اللي قدامك لا انا في اللحظة دي انت فكرت في ايه في اللحظة انكابتن حسن لك انا خذنا قرار خلاص بسيد عبد الحبيز يبقى مدير كورة اول حاجة ازاي انا ننجح ازاي ننجح هل قالوا لك انت اقول لنا بتفكر في جه عشان تنجح لازم تعمل حاجتين ثلاثة واحد ان انت في الاول تحط لنفسك طريق كده عايز تمشي علي نعم اتنين يبقى بينك وبين اللي قدامك مساحات مساحات حلوة يعني مساحات في التعامل مساحات في التعامل تخلي بالك اللي بيساعدك على المساحات نظام النادي طبعا نظام النادي كله نظام النادي كله نظام النادي ما جايش لمدة اسبوع مش هتلاقي العب يتأخر اصلا اكيد ده موجودة موجودة لكن كان فيه شوية حاجات في الفترة دي تزيد صعوبة مش تزهلك واحد ان انت عندك ناس انت كنت بتلعب معهم من ثلاث سنين اربع سنين هتتعامل معهم ازاي هتتعامل معهم ازاي اتنين في ناس اكبر منك في السن اصلا هتتعامل معهم ازاي برضي تمام مقارنة باسمك في الكورة تبقى اعلى كويس فانت المفروض الليدر اللي عليهم او القائد بتاعهم او اللي انت اللي اعلى في البوزيشن فهتتعامل معهم ازاي وصلت الحاجة في منتهى الاهمية كل واحد له خط يعني انا المسافة اللي بينكو بي المسافة اول ما تحس بس ما فيش حد هيوصل في مكانه ويبقى مزاكي هنا بدون اعطي كلامك في حتة دي هل الفرقة كانت وقفة على حلها فرقة مش شكواس في النتائج والكورة ولا كانت فيها مش احسن حاجة مش احسن حاجة يعني العناصر موجودة لكنها مش احسن حاجة لكن كانت بطل الدوري يعني كان بطل الدوري حتى المس sins لا انت لما توليت المسؤولية كانت الفرقة ماشية كويس وا كانت المرحلة ما كانتش كويس لكن في العموم كويس يعني كان عندك في الفرقة موجود ببركاته وموجود ابو التريكة وموجود وقل جمعة وموجود محمد شاوي وموجود حسام غالي واناجر كبيرة وقل جمعة وسيد معود واحمد السيد واحمد حسن واحمد حسن كان متعورك عنده رباط صليبي كان معك نجوم كبيرة جدا ونجوم مسئولة كمان وعماد متعب يعني نجوم مسئولة نجوم مسئولة مش نجوم عادية كمان لو كل واحد كان اسمه رنان في الفترة دي طبعا طبعا فأنت عندك مجموعة كبيرة جدا جدا هتساعدك هتأذرك المهم أن أنت ازاي بقو معاك أصلا ده واحد ما يبقاش فيه استعداء زي ما بيقولوا ليه في صعوبة معاهم في التعامل معاهم أنا بشكرهم ممكن الكلام ده يبقى بقالوا بتاع كم سنة دلوقات 11 سنة أو 12 سنة 13-14 سنة بشكرهم كلهم كله ساعة كله وقف لأن دي شخصية الأهل الصراحة يعني محدش مثلا جاه قال ده أصغر مني ده إزاي ياخد فيه قرار إزاي يتعامل معايا بشكل معايني برضو كان فيه خصومات عليهم في بعض الأوقات نعم طبعا كلنا مررنا بالمراحل دي مع الناس كلها طيب بعض النسب تقول لك أن الكاب تسعب حفيظ شرب من الكاب تسعب